تفسير حلم رؤية الثوم في منام الثوم من النباتات التي تتميز بطعمها اللاذعي والرائحة القوية النفاذة ويعطي نكاتا رائعة لكثير من الأطعمة لذلك يستخدم كتوابل وبهار يضاف للطعام وأكله نيئ له فوائد عديدة في التقليل من خطر الإصابة بمرض القلب والصدر وأمراض السرطان وكذلك تقليل الزكام ولكن من عيوب الثوم أن يتركها لرائحة غير مرغوبة عند أكله نيئ أن تظهر في العرق وفي النفس وهذا يعزى إلى وجود مادة كبريتي دلمثيل كما يستخدم الثوم في الصناعات مثل استخدام عصير الثوم في لسق وإصلاح الزجاج والبورسلان ويستخدم كمبيد حشري لمقاومة بعض أنواع السوس والذباب أيضا يستخدم كمادة حفظ من الميكروبات لبعض الأطعمة كحفظ بعض أنواع السمك واللحوم وحلم الثوم في المنام يدل على الرزق والخير الكثير كالمال والزوجة والأولاد فتدل رأية الثوم للفتاة على الزوج الصالح والمرأة المتزوجة على الإنجاب وقد يدل على الولد وغير مستحب تقطيع الثوم في المنام ويدل على الأخبار السيئة والمصائب والتفصيل في التالي تفسير حلم زراعة الثوم في المنام زراعة الثوم في المنام تدل على الحصول على الأموال وقد تدل على الإرث وعلى النجاة من المخاطر وقد تدل على الرؤية على الشفاء من الأمراض هذه الرؤية للشاب العازب وللفتاة العزباء تدل على الزواج السعيد وهذه الرؤية للحامل تدل على إنجاب ولا الذكر تفسير إعطاء الثوم في المنام الثوم في المنام يدل على الرزق الحلال ولكن أكله نية أن يدل على المال الحرام وفعل الفواحش إعطاء الثوم في المنام يدل على الشفاء من الأمراض للمريض وعودة الغائب للمسافر والمسجون والزواج للأعزب ويعني الحصول على الوظيفة لمن يبحث على وظيفة تفسير شراء الثوم في المنام شراء الثوم في المنام يدل على تحقيق هدف إن كان يسعى صاحب الحلم إليه كثيرا كما يدل على إنجاب المرأة المتزوجة أو ولادة الحامل بمولود ذكر شراء الثوم يدل على تبديل الأحوال نحو الأفضل وزيادة الربح أو الغنى بعد الفقر رؤية الثوم في المنام للمرأة المتزوجة زراء الثوم وشرائه في منام المتزوجة خير ورزق ويدل على استقرار حياتها مع زوجها وحسن العشر بينهما وكذلك حسن علاقتها مع الجيران أما تقطيع الثوم وأكله نيئ في منام المتزوجة يدل على سوء علاقتها مع زوجها وكذلك مع جيرانها وقد تدل رؤية الثوم على شفاء صاحبة الرؤية من الأمراض أو تمتعها بالصحة الجيدة تقشير الثوم في المنام تقشير الثوم في المنام يدل على الحصول على النجاح للطالب ولمن يبحث على وظيفة هذه الرؤية تدل على قرب الفرج وحصوله على وظيفة بمرتب عال وقد يسافر للهجرة براتب أعلى كما يدل تقشير الثوم في المنام على التوبة من الذنوب والمعاصي وللحامل على قرب الولادة وتتم بسهولة ويسر تقطيع الثوم في المنام الثوم في المنام يدل على زيادة المال والسعي في الخير وعمل الطاعات والبعد عن المعاصي وقد تدل رؤية الثوم في المنام على تحصيل النجاح والوصول إلى الهدف بأسرع وقت قد يدل الثوم في المنام على نهاية الآلام والأحزان أما تقطيع الثوم في المنام فغير مستحب ويدل على المال الحرام والذي يجمعه من طرق غير مشروعة كالسرقة والرشوة قد يدل على الغيبة والنميمة وكثرة الظنوب والمعاصي ترجمة نانسي قنقر